اشتركوا في القناة وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت جزعة للنخلة كان فيه عندنا استوانة للوفود واستوانة للحرس واستوانة للسيدة عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس لاستوانة الوفود للقاء وفود العرب وذات مرة أتى وفد من نصارى نجران للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بصحبته وفد من يهود المدينة وكلنا طبعا نعرف العداوة بين اليهود والنصارى وتمار الفريقان قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا وكذب بعضهم بعضا فجاء الرد الإلهي من فوق سبع سماوات وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا وكلنا ادعى أن الجنة خاصة بطائفته لا يدخلها غيرهم وما تلك إلا أماني باطلة وأوهام فاسدة قل لهم أيها الرسول فاتوا بالدليل والحجة والبرهان على صدق ما تقولون وصحة ما تدعون إن كنتم صادقين في دعواكم صحيح إن في نقطة التقاء بيننا وبين اليهود والنصارى وهو الإيمان بالبعث والمشهور بالجنة والنار ولكن في المقابل حنجد اختلاف بيننا وبين اليهود وبين النصارى نجد إن اليهود آمنوا بمجموعة من الرسل والأنبياء ولكنهم لم يؤمنوا بإيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ولما جاء إيسى عليه السلام آمن به النصارى ثم اتخذوه إله ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكل من اليهود والنصارى على خطأ ونحن المسلمون نؤمن بجميع الأنبياء والرسل ورغم إن أصل اليهود والنصارى واحد فهم ينحدرون من ذرية بني إسرائيل لكنهم في الحقيقة كالأخوة الأعداء لا يتفكون ودائما ما يختلفون حاول اليهود والنصارى بشتى الطرق أن يصرفوا المسلمين عن الإسلام ولو كذبا وقالوا في الأمثال إن كنت كذوبا فكن ذكورا ولاحقا قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وكلاهما صادق كلا ليس الأمر كما تظنون وإن كان دخول الجنة بالأماني فلن يدخل النار أحد فحقيقة الأمر أن عوام اليهود والنصارى صاروا خلف أحبارهم ورهبانهم قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون أما نحن كمسلمون فمن الله علينا بالإسلام ومن علينا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كلمة هودا جمع مفردها هائد ومعناها تائب أو عائد وقال بني إسرائيل بعد عبادة العجل إنا هدنا إليك ولما سأل عيسى عليه السلام الحواريون وقال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله وجاء تقديم اليهود على النصارى لتقدمهم في الزمان تلك أمانيهم وهي أماني باطلة لا دليل على صحتها فمن أصر على الضلال بعد الهدى فهو في الآخرة من الخاسرين الفرق بين الأماني والأماني الأماني بالتخفيف هو كل ما يتمناه المرأة أما الأماني بالتجديد فهو كل ما تلقاه اليهود عن أحبارهم والنصارى عن رهبانهم وكان ذلك دون تدبر ودون تأمل ودون استقصاء فكان الله حكما عدلا بيننا وبينهم وطلب البرهان على صدقهم ولكنه ليس هناك برهان بل أماني وأحلام ولا يكون البرهان إلا من كتبهم وليس مجرد كلاما جزافا فهل عندكم في كتبكم من دليل أو برهان؟ وفي هذا إفحام شديد اليهود والنصارى فليس عندهم من دليل وهو أيضا تجذيب لليهود والنصارى وتعجيزا لهم والحمد لله أن ديننا هو الإسلام لا غموضة فيه كل تفصيل فيه بدليل من القرآن والسنة على عينك يا تاجر وهو السبيل الوحيد لجميع البشر للنجاة من النار والفوز بالجنة والحقيقة أن اليهود والنصارى يعيشون في سعادة وهمية زائفة ولكن للأسف الشديد في الآخرة ستكون الصدمة قوية مدوية وإحنا كمسلمين علينا دور مهم تجاه اليهود والنصارى نوعيهم ونعرفهم أن دي مجرد أحلام زائفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن لا ننتقس من اليهود والنصارى ولكن نحاول هدايتهم إلى الطريق المستقيم قدر استطاعتنا جاءت الشريع اليهودي أولا ثم نسخت بالشريع المصرانية ثم نسخت بشريعة الإسلام فمن ترك الشريع الناسخة واتبع الشريع المنسوخة فلا يدخل الجنة وعلينا نحن كمسلمون طلب العلم الشرعي من الكرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لنكون من الفركة الناجية جزاكم الله خيرا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين تلك أماني أكمقه تلك أمانيهم ترجمة نانسي قنقر